اما عن الميت جاطفة كان بيغزيها شريان اسمه سوبيريور ميزينتريك ارتري تعالوا نتكلم على الاناتوم بتاعه وكان بيشمل البيجيننج يعني الورجين الاند او الترمينيشن الريليشنز البرانشيز ده كان ارتري بياخد الكورس بتاعه البيجيننج بتاعه من الابدومن الاورطة عند الليفل افزالور بوردر اففرست لمبر فرتبرا هنا لازم نفتكر ان السيليك ترانك الارتري اللي فات اللي كان طالع من الاورطة واللي كان بيغزي الفور جات كان بياخد الورجين بتاعه من الاورطة عند level of the upper border of the first lumbar vertebra إنما كان السوبيليون ميزينتريك أرتري بياخد البداية بتاعته عند lower border of the first lumbar vertebra from the anterior surface of the abdominal aorta بيعتبر واحد من الأنبيرد برانشيس of the aorta وإحنا قولنا الأنبيرد غير السنجل هيطلع من front of the abdominal aorta عند هذا المستوى مستوى l1 lower border هيبتدي يخرج ويمشي كورس لطيف جدا الأورطة إحنا عارفين إنه كان قاعد على lift side of the inferior vena cave الأرتري ده هو طالع في الحقيقة كان طالع محشور بين two veins من فوق كان the splenic vein ومن تحت منه كان the left renal vein إذن هذا الشوريان عند بدايته كان مزنوق بين two veins splenic vein وهو في طريقه علشان يعمل اتحاد مع السوبيريور مزنتريك فين هو يكون البورتال فين ومن تحت left renal vein هو في طريقه لأنه يصب في الانفيريور فين كيفا عند هذه الزنقة خرج السوبيريور مزنتريك آرتري وهو ماشي هيمشي كورس بتاعه قدامه وراء قدلااتي قلوب الصوتية كان طالع وراء البودی 오픈 بانكرياس لكنه انفرانت اووز إلنسانات بروسس اوف بانكرياس بالكايفية انسب باعته نشف مع بعضنا كده اهوه طالع وراء البودی اوف بانكرياس عن اتصال البودی بالهد ومشي قدامه هيعبر هيعدي كمان على وهيعدي كمان يعدي يعني يعني قاعدة تحت منه قاعدة دي بلو يعني قاعدة بستيريور هيمشي قدام هيمشي كمان قدام هيمشي قدام هيمشي قدام الأورتة نفسه وبعد كده يمشي قدام الانفيريور فيناكيفا ويمشي كمان قدام وملحقتها مين ملحقتها اللي هم الريت يوريتر والجينيتوفيمورال نيرف هذه هي بيسموها البستيريور ريليشنز او مجموعة الستركشرز اللي رائد عليها او بيعبر عليها السبيليور ميزينتريك ارتري وهو في طريقه الى نهايته بداخل الميزينتري بروبر علشان يغز الديفرانت استركشرز اللي مكونة اللي الميد جات هذا الشريعان هو ماشي واخد سلايت الانكلايناشن توزي رايت صايد يعني له كونكافيتي شوية ناحية كونكافيتي أبوورد وكون فيكستي داوان وورد يعني واخد كيرفكشر ناحية الرايت صايد هذا الشريعان دا كان المصار بتاعه نلخص مصاره تاني هيمشي من تحت البودي اوف بانكرياس عند اتصال البودي بالنك او اتصال البودي بالنك هيمشي قدام انفرانت اوف يعدي من على الريفترين الفين ويعدي من على السيرد بارت اوف دي دينام والجنادة الرايت جنادة البيزل والاورطة والانفيرول فيناكيفا والصوص والحقات لها الاماليوريطر والرايت جناد وفي موران نرف دي كانت المجموعة الستراكشار اللي بيسموها السوبيريور مزينتريك بد او بوستيريور ريليشنز اوف زي سوبيريور مزينتريك ارتري تعالوا نشوف البرانشيز اللي تخرج من السوبيريور مزينتريك ارتري دا كان نهاية الايليام وعند اتصالها بالسيكم في الاليوسي كالجانشن وهي طلع بعد كده الاسنينج كولون فالترانسفيرسي كولون فالسنينج كولون السيجمويت كولون والريكتام والاين الكنالي دا كان الايليام والايليام احنا عارفين انه كان قاعد جوه المزينتري بروبر هو وكمان السوبيريور مزينتريك ارتري اللي كان له وجهين اتنين سطح كونفيكس وسطح كونكيف البرانشيز اللي تخرج من السوبيريور مزينتريك ارتري هتخرج من السطحين هتخرج منكم كيف صيد مجموعة ارتريز اول واحد من عند نهايته اسمه اليو كوليك ارتري واضح من اسمه انه نصه هيغزي الايليام والنص الاخر هيغزي الكولون هذا الشريان يعطي خمسة اول واحد اسمه السنينج تاني واحد اسمه الترمينال ايليال برانش الترمينال ايليال برانش ده اللي هيعمل انستوموزيس مع نهاية السوبيريور مزينتريك ارتري ثم يعطي تلاتة ارتريز نزلين تحت مش واضحين في الرسمة دي عشان ملاقبطهاش هيواضحين في الرسمة اللي جاية لكن انا هشير لأسماءهم ارتري هيمشي قدام السيكم يسمه انتيريور سيكل وارتري ورا السيكم اسمه بوستيريور سيكل وارتري غز الابندكس اسمه ابنديكولار ارتري تلاتة ارتريز رايحين ناحية السيكم واثنين ارتريز واحد رايح ناحية الراية كل الاسين ونكون والتاني رايح ناحية الايليام بالشكل ده ده خمسة ارتريز طلعين من الايليو كوليك ارتري اللي هو الاول من السبيريور مزنتريك ارتري اللي بيخرج او مش الاول اللي هو الاخير في الترتيب الدستل لكن الاول في الترتيب لايان كالديت ال elementos البرانش اسمalie رايح اللي بيخرج من الميدل gegen concave side of the amazing a سيتفرع لفرعين اثنين ودسسنينج برانش والارتري ده هو ماشي ماشي تورد الزرايد صيد ناحية الابر بارت اوف زي اثنينج برانش ودسسنينج برانش سيعمل انستوموسس معه الاسنينج برانش اوف زي ايليوكولك عند الاسنينج كولن طيب او عند الميدل اوف زي اثنينج كولن اما الاسنينج برانش اوف زي رايد كولك هنشوفه يعمل دلوقتي بعد ما نعرف الارتري رقم 3 اللي كان اسمه ميدل كولك ارتري اللي هو كان الارتري اللي ماشي جوه الترانسفيرسي ميزو كولن هيخرج منكم كيف سايد ويمشي في اتجاه الترانسفيرسي كولن عند اتصال لهايدي اثنين برانش لفت برانش ورايد برانش الرايد برانش هيمشي على الرايد سايد اوف ترانسفيرسي كولن وهينتهي عند الرايد كولك في الليكشر بانه يعمل انستوموسس مع الاسنينج برانش اوف زي رايد كولك اما الليفت برانش فكان بيعمل انستوموسس اخر عند اتصال الرايد تو سيرتز بالليفت وان سيرت اوف زي ترانسفيرسي كولن دي كانت الارترز اللي خارجة من الكونكيف سايد بالاضافة الارتري كمان من عند بدايته من هنا هيطلع يمشي في اتجاه الساكند بارت اوف ديودينم في الجروف الفاصل بينه وبين الهيد اوف بانكرياس واسمه انفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري اللي كان هيعمل انستوموسس مع السوبيريور بانكرياتيكو ديودينال اللي كان احد البرانش اللي خارجة من الجسترودينال ارتري هكبر شوريان كان طالع من الهيباتيك ارتري اللي هو تاني واحد في الترتيب اللي كان خارج من السيلياكترانج كل ده من الكونكيف سايد من الكونكيف سايد هيخرج عدد اتناشر الى ستتاشر ارتريس طيب قبل ما نتكلم على دول هذا الانستوموسس العجيب between the branches of the superior mesentric arteries هيخرج منها مجموعة يعني هذا الانستوموسس اولا كان عمل شوريان واحد هيمشي على المرجن of the الجزء من large intestine اللي بيشمل السيكم ascending colon والtransverse colon كان بيكون الجزء الاكبر من شوريان اسمه marginal artery هذا المرجن الارتري كان بيدي الارج انتستن ودي كانت البرانشز من المرجن الارتري اللي خرجت من السوبيل والميزينتريك هتطلع عدد من الارتريس كتيره هتغزي السيجمينتز اوف زي الارج انتستن اللي ريليتد لي المتجات هزي الشرايين اللي عملة زي ورق عملة زي فروع الشجر دي اسمها فازا ريكتا يعني زي ستريت ارتريس اخر مجموعة شرايين خرجة من الكونفكس صايد اسمها جيجونال انتقيليال برانشز يبلغ وعدادها من 12 الى 16 وزي ودي اللي كانت بتكون الارتريال سيستم اوف اركيدز الارابيسكس اللي كانت بتغزي الجيجونال والإيليام اللي اسمها جيجونال انتقيليال ارتريس بكده خلصت البرانشز اللي طلع من السوبيل والميزينتريك ارتري في منظر اخر منظر طبيعي للبرانشز اللي خرجها من السوبيل والميزينتريك ادي السوبيل والميزينتريك وهو وده الكونفكس صايد وده الكونفكس صايد ده الجيجونال وده كان الاليام ودي السيكم ودي الفيرمي فورما ابندكس ودي الاسسنينج وكولون ودي الترانسفيرس وكولون ودي من الكونفكس صايد خرجت الجيجونال والإيليال برانشز طيب من الكونفكس صايد كان خرج اول واحد اهو اللي كان اسمه الإيليوكوليك والإيليوكوليك اداني مجموعة البرانشز ادي كانت فيه عندي اول واحد اهو اللي هو الاسسنينج وبعد كده الإيليال برانش اللي نزل وعمل أناستو موزيس مع نهاية السبيروميزنتريك نفسه ثم هنا انتيريور سيكل وبستيريور سيكل وأبندكولار أرتريز من هنا ده كان الرايت كوليك أرتري ده الرايت كوليك أرتري والرايت كوليك أرتري هيدين الاسسنينج والديسنينج ثم ده كان الميد الكوليك أرتري اللي كان هيدين الرايت برانش والليفت برانش وده كان المارجينال أرتري اللي كان بيطلع الفازة ريكتا أو الأرتريز هيدة اللي بتغذي اللارج انتستين اللي ريليتد للميد جوت وأخيرا كان فيه برانش آخر بس ما كانش بقيل لأنه كان ديب شوية اللي هو الانفيريور انجرياتيكو ديودينال أرتري ترجمة نانسي قنقر